فالفكرة من وراء الموضوع أنه الله أعطاك اليوم هو يوم جديد أعطاك اليوم فرصة جديدة وهي الفرصة حتى تطلب الرب وترجع للرب وشو رايك في البداية تقول له يا رب أنا راجع أنا تايب ارحمني أنا الخاطئ وأعلن توبتي أمامك أدعوك أيها الرب يسوع أن تكون مخلص شخص على حياتي وأتوجك رب وملك عندها يسكن الروح القرص قلبك وبالنسبة للمؤمن ما عندهش الخوف لأنه بحياة أو بموت الحياة يعني هي بكل بساطة أو الموت خلينا أقول هي بتغمط طرفة عين وبتكون يعني إلى الأبد الآبدين بحياة أبدية مع الرب يسوع المسيح واللي رافض هذا في يوم الكتاب المقدس مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه الله بيتكلم عن الرب يسوع كابن الإنسان الديان وكل الديانات بصراحة الشرقية أنا بتكلم اليهود يؤمنون برجوع المسيح المسيحيين يؤمنون برجوع يسوع المسيح المسلمين سواء السنة أو الشيعة يؤمنون بمجيء المسيح رغم بغض النظر التسميات المختلفة المهدي أو إلى آخره ولكن عندهم هذا الإيمان أو الأعمال بتختلف من مسيح إلى مسيح ولكن أكبر دليل أن المسيح رح يرجع ثانية أنه لما سألوا التلميذ عن مجيء ثانية يتكلم عن أحداث وهي الأحداث تمت بحذافيرها أنه فعلا أورشليم رح تكون محاطة بجيوش ويتكلم عن رسة الخراب عندما دخل طبعا من قبلها دخلوا اليونان في أيام أنتيخوس أبيفنس لما لوث وأفسد منطقة الهيكل بتقديم ذبيحة خنزير على مكان الهيكل على الذبيحة مما أثار ثورة وهيجان اليهود بثورة تسمى ثورة المكابيين واستطاعوا أن يطهروا الهيكل ولكن برضو الرومان في سنة ست وستين حاصروا أورشليم وكانت الجيوش محيطة وفعلا تلميذ المسيح والمؤمنين سمعوا لتحذير الرب وهربوا إلى مناطق أخرى للجبال إلى منطقة البترة وأماكن أخرى وفي سنة سبعين دخل تيتوس ودمر أورشليم ودمر الهيكل ولم يبقى حجر على حجر كما تنبأ المسيح وعندما أعيد بناءها تم تدميرها مرة تانية في سنة 132 ميلادي في ثورة باركوخفا عندما جاء الإمبراطور هيدريان هيدريانوس ودمر أورشليم وغير معالمها وبنى بلد جديد وسماها إليا كابيتولينا هذه النبوات تمت بالتحذيرها لأن الرب يسوع قال لا يمر هذا الجيل إلا ويتم كل المكتوب وتم فهذا يؤكد أن كلام يسوع أنه جاي مرة تانية والأنبياء سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد تنبأوا عن مجيء يسوع المسيح وبما أنه نبوات المسيح تمت لابد أن تتم أيضا في مجيء ثانية ترجمة نانسي قنقر